الهوت شورت طلعت فدوة مواهب اللي هي كانت قبل كده طلعت فدوة مواهب اللي هي كانت قبل كده ودلوقتي بقيت دعاية إسلامية وكانت بتدي محاضرة لأطفال وبتقول لهم انه ماينفعش ان البنت تلبس هوت شورت في البيت قدام ممتها ده حرام فالناس كلها قالت ايه؟ حرام قالت ايه دي عورة فالناس كلها قالت عورة قدام ماما ازاي؟ ازاي؟ فالفيديو عمل ضجة جدا طبعا ناس كتير قوي طلعت هجمت ناس كتير قوي طلعت كانت متفقة مع الموضوع الناس كلها كانت تقول رأيها بشكل كبير جدا طبعا احنا الخبر ده كمان نزلناه اول مكان على الانستجرام بيج بتاعتنا ممكن انتو ترجعوا للخبر وتشوفوه مرة كمان بس فيه افديت جديد ظهر في القصة دي طبعا القصة اصلا يعني جريبة يعني خارج عن المألوف حاجة مش بنسمعها كل يوم وده تقريبا السبب اللي خليها مشهورة للدرجة دي اللي حصل ان انتشر صورة لفدوى مواهب مع بناتها في حفلة او في فرح متصورين مع تامر حسني وبناتها كانوا لابسين فساتين قصيرة فالناس كلها قالت ايه ده طب ما انت بناتك بتلبس فساتين قصيرة مش في البيت وبرى البيت وانت ماما وشايفاهم وتامر حسني وشايفهم وناس وشايفاهم طب ايه اللي بيحصل طب ليه تلاتين انت عطيت تقولي الكلام ده في الاول والناس خدتها بقى بمحمل ان انت بالشكل ده انت يعني بتنظري تنظير طبعا يعني لفظة اصلا تقيل قوي بس ده الكلام اللي تقال واللي كان متداول بشكل كبير جدا من كل الناس على السوشال ميديا اللي كان صادم في الموضوع انه طلعت فدوى مواهب وردت على الصورة قالت مالها الصورة الصورة من اربع سنين فان مشكلة ام وقالت كمان انه وانا قلت ان انا وبناتي امهات المؤمنين فبرضو الناس ابتدت اللي هو فبمانتي تلسه بتقولي ان الهوت شورت في البيت اه بس داخل اربع سنين دلوقتي موضوع اختلف شوية اربع سنين ودلوقتي فالواحد يتغير بعد كل يومين حتى طلعت وحاولت تدفع عن نفسها تاني وقالت ما انا نفسي لسه مقصرة وبجاهد وبناتي نفس الشيء فبقى هي بتقول ان هي ممكن كانت من اربع سنين مش يعني مكنش انتباهها رايح قوي للنقطة دي ودلوقتي بعد اما الموضوع بقى يعني خلاص مقتنع به مية في المية بقيت ان هي ماشية بالمنطق ده وفالوينج المنطق ده بشكل كبير قوي بس بردو لسه الناس مش شرية القضية خلاص بقيت حاسة ان انت كنت تلاقتي قلتي كلام ده لمجرد ان انت عايزة تعملي دقة عايزة تقولي حاجة غريبة تلفت انتباه الناس وبس كده بس انت رأيك اي طيب في موضوع الهوت شورت ده انا باللزمان الموضوع كله غريب كله على بعضه بكرة ان انت بيتقولي ان الهوت شورت يعني اتنا تع eres عورة بس ايه بتقولك ان هو فى البيت وقدام ماما هو ده انخلى الناس شوية مستقربة انخلى الناس بتفك فى موضوع طب ليه انا قاعدة فى البيت قدام ماما مين المشكلة فى الموضوع او انا فى البيت عموما نسيبك انت حتى قدامها والى فى البيت مين اخواتي مثلاً بابا وماما بس عادي reason عادي يعني اتس بابا وماما واتس اخواتي فعادي جدا يمكن ده اللي خلى الناس شوية ان هي تنتقد الموقف وتقول ليه لأ هو موضوع عادي وابتدوا بقى الناس تقول طب هو الدين بيقولي في الموقف ده احنا بدنا بقى نرجع ونبتدي نتكلم ونقول عشان نشوف بقى من الصحة ومن الغلط فهي المشاكل اللي من النوع ده او الارائل من النوع ده بتخلى الناس شوية تختلف محدش بيقولك ايه لأ والله اصلا انت صح لا والله ده السلطة غلطة هي فكرة ان الناس بتبتدي تطلع بقى الرأي ونقول بقى يا جماعة لأ لانتر شايف انت كده اصلا في العموم ما ينفعش انك تقول كده يبتدي الانتقاد ياخد شكل مختلف تماما عن اللي احنا متعودين عليه لو ده رأيها هي طبعا هي حرة فيه انا ملناش علاقة لو هي عايزة كده وشايفة ان الموضوع ده بالنسبة لها تمام اتس اوكي بس اللي بيقلب بقى الموضوع بيخلى الناس تنتقد ويتحس ان الموضوع بيرسنال قوي اللي انت بتقول للناس كده وكنك بتقول لهم ايه لا يا جماعة تكلم بالكم الموضوع ده غلط ومفروض تعملوا كده لا الاراء المطلقة دي اللي احنا بنقول للناس ان هم يعملوها وده اللي بيخلق المشاكل وده اللي بيخلق فو في الاولى في الاخر كل واحد حر هو عايز ان هو يمشي اهل بيته ازاي وكل واحد طول ما هو يعني ما بين حيطان بيته هو حر يعمل ان هو عايزه بس الفكرة انه ما نخليش الموضوع ان هو يكون فرد رأي يعني الناس يعني انا مش مسؤول انا بالنسبة لي انا قلت حاجة دي وجهة نظري وده معتقدي وده ارائي انت بقى اتفاقت اختلفت معاها دي حاجة ترجعلك انت حتى اقولك الحاجة حتى لو الكلام ده هو فعلا فلط بس يعني طالما انت شخص انت مسؤول عنه وانت الشخص ده انت مسؤول عن رأيك ومسؤول عن حاجتك فخلاص فما ينفعش ان انا ارجع ان انا ولزم الناس وقول لهم يا جماعة لازم تعملوا كده قصدات صح ما ينفعش فهو ده اللي بيخلي الناس بقى تبتدي بقى المشاكل وتبتدي الخناعات وانت قلت اصلا انت مش عارف ايه اصلا انت ايه هو الموضوع كل يتلخص في ده رأيها وده وجهة نظرها وهي حرة فيها تمام دول في الاول في الاخر دول بناتك ويعني واهل بيتك في الاول في الاخر فانت حر خلينا برضو نفكركم ان انتو على طول تقدروا ان انتو تشاركوا معنا ارأكو حتى لو هي مش عن الاخبار بس فيدباك في المطلق عن الشو وحتى عن الانستجام بيج وعلى كل السوشيال ميديا بنحب جدا نسمع الفيدباك بتاعكم وبنحب جدا ان احنا نعرف ازاي ممكن احنا نطور من نفسنا علشان نكون في احسن صورة لكم